السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد سكوب المدى بتاع المتغير نطاق المتغير المكان اللي بيكون المتغير موجود فيه عندنا المتغيرات لها عمر لها دورة حياة فعمرها ممكن يكون صغير وبنسميها local variable أو أن يكون عمرها كبير وبنسميها global variables اللي هو متغير محلي أو global يعني متغير عام وكنا سبق واتكلمنا في فيديوهات سابقة عن المدى العام والمدى الخاص للمتغيرات في الفصل الثالث الخاص بالمتغيرات تعالا كده نفتكر مع بعض لو أنا قلت له هنا كده مثلا أو enter قلت له int a بيساوي 5 متغير أي أن كان نوعه وجئت قلت له هنا see out الايه أنا عايز أطبع هذا المتغير كده في عندنا أي مشكلة خالص المتغير ده اسمه متغير محلي إزاي نعمل كده comment ونقول إن دي local variables أو نكتب جنبها كده المتغيرات معذرة المتغيرات المحلية يعني محلية يعني موجودة داخل الدلة الرئيسية متشافة من أول void main لحد نهاية البرنامج فلو جيت أنت كده نفس البرنامج ده ما بيحصلش عندك أي مشكلة بيخش جواه ده اللي 8 يدخل جواها بيلاقي متغير محلي local variables وبيقول عليه إن اسمه a وبيساوي 5 اطبع a يبقى دا كده اسمه ايه مظبوط المتغير المحلي أو local variables اللي هي موجودة داخل نطاق الدلة الرئيسية ممتاز جدا طيب لو أنا جيت طورت في البرنامج ده شوية وروح تجايي مستخدم برضو متغير محل تاني فأعمل حلقة تكرارية متكونة من ثلاثة fall for واروح جايله كده int الاي يعني أنا عندي متغير صحيح اسمه الاي بيبدأ بزيره وهقوله طول ما الاي اقل من التلاتة يعني أنا كده عاملت حلقة تكرارية بتعد تلات عدات بس اعمل ايه كل مرة زود على الاي واحد اي بلاس بلاس وبعد كده اقفل القوس وهقوله بعد اذنك افتح قوس كده وهقوله سي قوت المين سي قوت الايه المتغير بتاعنا وهقوله برضه انزل على سطر جديد تعالا كده اهو نجيب دي هنا ونرجع دي كده لما كانها الصحيح وبعد كده ننزل هنا ونقفل القوس بتاع التكرار سيبك بقى من دي خلاص انا انا عملت متغير لوكل او محلي اسمه ايه هذا المتغير استخدمته داخل التكرار ان انا قلت له اطباع الايه فلما وقفت عليه قال لي ده الايه ده مظبوط وانا عارفه ليه لان الايه متغير موجود داخل الدالة الرئيسية على مستوى الدالة الرئيسية اللي هو موجود في المدى العام للدالة الرئيسية فلما جيت كده طبعته بما ان ده تكرارت ثلاث مرات وجوه التكرار بيطبع الايه كل مرة فطبع خمسة 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 ما فيش اي مشكلة يبقى المتغير المحلي لو موجود في المدى العام وده غلط في مدى خاصة زي مدى التكرار ده واستخدمته برضو عادي لان ده انا جاي من العام للخاص طيب تعالا بقى نعمل حاجة تانية مختلفة هلو انا انت الجاي متغير اسمه جاي وبيساوي تلاتة وما تبعتوش تمام وجيت هنا بقى بره دلت فور في المدى العام للبرنامج دلت فور دي مدى الخاص اللي بدأ بالقوز ده وانتهى بالقوز ده الامر البرمجي فور دي مش ده اللي ااسف اللي هي جملة فور البرمجية وقلت له والله انا عايزك تطبع لي الجاي في المدى العام للبرنامج المدى العام بتاع مين بتاع فور ولا بتاع الدلة الرئيسية المين ممتاز بتاع الدلة الرئيسية مين فقولت له بعد اذنك اطبع لي الجاي هنا تعالى كده نفس البرنامج مش راضي يتنفس وقف ليه لو جيت وقفت على رسالة الارر اللي تحتيها خطة احمر يقول لك ايه ايه ايرر ايدنتفاير جاي الايدنتفاير اللي هو المتغير الاسم جاي او الاسم التعريفي المتغير الاسم جاي is and identified يعني مش متعرف and defined and defined يعني مش متعرف من الجاي انا ما عرفوش تقول له ما انا ما عرف الجاي هنا اقولك تمام انت عرفتو داخل المدى الخاص لجملة فور بس ما عرفتوش في المدى العام بتاع الايه البرنامج إنما لو جدت استبدالت الجيب هيعرفها يبقى معنى ذلك إن المدى الخاص بيتشاف المدى الخاص بتاعه حتى من اسمه مدى خاص إنما المدى العام بيتشاف المدى العام طيب كل دي اسمها إيه اسمها متغيرات لوكل محلية لوكل فاريابولت أنا عايز أتكبر الموضوع وتعلم نوع جديد اسمه المتغيرات العامة اللي على مستوى البرنامج سواء كان مدى عام أو كان مدى خاص لذلك قبل بداية الدالة الرئيسية وقبل البرنامج ينفع إن أنا عرف المتغير ده ودينه قيمة لو عايز أو مش عايز أدينه قيمة برضو ما يزعلنيش في الحالة دي ينفع إن أنت تطبعه فين في المدى العام والمدى الخاص ولو عندك فانكشن كمان يعني دواية المعرفة ينفع تستخدمه جواه ليه؟ لماذا؟ لأن أنت استخدمت نوع من المتغيرات بنسميها الجلوبال فاريابول اللي هو متغير عام على مستوى البرنامج وعلى مستوى كل البرنامج حتى لو عندك فانكشن أنت معرفها أو عندك أي حاجة في البرنامج يبقى دي بنسميها إيه؟ الجلوبال فاريابول أو المتغيرات ده إيه؟ اللي هي المتغيرات العامة يبقى كده نقدر نفرق رقم واحد ما بين نوعين من المتغيرات المتغيرات المحلية اللي بتبقى متشافة على مدى الدالة الرئيسية بس بعد ما بنطلع من الدالة الرئيسية المتغير إيه ده بيموت؟ ملوش معنى لو جيت استخدمته في أي حتة تانية بره الدالة الرئيسية بيكون مات في الزاكرة فما بيتعرفش إنما الجي ما بيموتش بيتعرف داخل الدارة الرئيسية وعلى مستوى لكل البرنامج بصفة عامة تمام؟ طيب لعلا كده نطبع ونشوف إيه اللي هيحصل قديني نفس البرنامج لقال إيه متغير محلي أهو لقال إيه ماله معذرة لقال إيه متغير محلي فقولت له الإيه بتساوي خمسة وثلاث مرات تطبع الإيه واطبع الجي والجي متغير عام على مستوى البرنامج فعرفه فقال لي هنا إيه خمسة تلاتة خمسة تلاتة خمسة تلاتة وبعد كده بره الفور في المدى العام قلت له اطبع الجي فرع جاي طبيعي الجي يبقى كده تعلمنا في الفيديو ده لحد دلوقتي إن احنا عندنا حاجة اسمها scope of variables أو نطاق المتغير وعرفنا إن المتغير الجلوبال بيبقى موجود في الدلة الرئيسية وعلى مدى البرنامج إنما المتغير المحلي زي مثلا ده هو في الدلة الرئيسية اللي هي مثلا اسمها مين انت مين جاي يطبع متغير اسمه ايج فهو بيقولك إن ده غلط ليه لإن الاتج ده ماله الاتج ده موجود داخل دالة تانية اسمها function هو معرفها فهو قالك انت ايج بيساوي 18 فلما يجي في الدلة الرئيسية مش هيتشاف مش هيتشاف ليه لإنه داخل دالة هو المبرمج معرفها بنفسه دالة معرفها define function إنما لو كان اتعرف المتغير ده وعالج المشكلة دي لك إيه راهو ورح جاي معرف المتغير ده على مستوى البرنامج ككل وعلى مستوى الدالة الرئيسية كان هيتشاف وما كانش هيحصل أي مشكلة إيه ده فيما يتعلق بحاجة اسمها scope of variables وخلي بالك إن فيه فروق تانية بين المتغيرات المحلية وال local variables وال global variables هي زي ايه مثلا أنا هنا عربت المتغير الجي وقلت له مالوش قيمة ابتدائية وهجي هنا كده سيبك من القصة دي خالص وهعرب متغير اسمه ايه وبرضو مش هدي له قيمة ابتدائية بس هلغي ده كده كده بعد إذنك وهلغي ده كده خلاص اهو هايز ده كده بس لو أنا جيت هنا عربت متغير داخل محلي داخل المدى بتاع الدالة مين وقلت له ان اسم ايه وما هتطلوش قيمة ابتدائية وجيت طبعته احنا قلنا زمان انها تظهر لي رسالة خطأ اللي هي الرسالة دي اللي بتقولك ان انت استخدمت متغير وما هتطلوش قيمة ابتدائية وبتطبعه يعني هيقولك ان الايه ده انت عرفته وما هتطلوش قيمة ابتدائية وجيت تطبعه وقلنا ان انت لو تقوله تجاهل وكمل بيدي لك قيمة عشوائية للمتغير اللوكل من الذاكرة بتاع الكمبيوتر هنا بقى المتغير الجلوبل لا مختلف بياخد بشكل افتراضي سفر ما بياخدش رقم عشوائي من الذاكرة طب تعالى نجرب مع بعض هنا الايه متغير لوكل مظبوط والطوله اطبع الايه وما هتطلوش قيمة والجيه متغير جلوبل اتعرف قبل الدل الرئيسية مين وبرضو عايز اتباور تعالى كده نجرب كنترول اف خمسة هيروح على طول يقول لي انت متأكد ان انت رسلت الخطأ هيقول لي الفاريابل ايه انت بتستخدم يوز ويزاود بينك انشيلايز يعني انت مش هتطيله قيمة ابتدائية فالطوله تجاهل الكلام ده وكأنك مش واخد بالك راح جاي مولد له للايه قيمة عشوائية من الزاكرة بعكس المتغير الجيه لما تولو سي او جيه حطولو زيرو بشكل افتراضي وده برضو فرق ما بين المتغيرات الجلوبل والمتغيرات المحلية جزاكم الله خيرا وتمنى يكون الموضوع مفيد ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته